فقراتنا عديد مشاهدينا متل معلناكن بأول الحلقة وهلأ وصلنا لفقرة ترى ومنستقبل ديزيري أزي هاي هاي كيف خيك؟ شو رح نحكي اليوم؟ اليوم بما أنه سنة جديدة وكلنا عم نقول جود لك للسنة الجديدة حبات انو نحكي شوية عن السامبال اللي ملاقيهم بالطبيعة يعني نابتات والحيوانات اللي بيرمز لالجود لك يعني اذا انتو حبين تزوروا حدا تقولون جود لك للسنة جديدة شو فيكن تاخده معاكن لهميوا الهل بلاو؟ نحنا هلأ مبدئيا اذا هيك قاعدين نحنا هون وبقينا هون ما رح يصولنا شيء اذا نتطبيع هول العتقالات لانو معنا كل السامبال اللي بيجيبوا الحز موضوع رحيض اللي هون رحيض اللي هون اذا بتحبوا بتتكلك رحيض اللي بدي اخده معاكن بس التورتيو بتتركي لنا ايها التورتيو لانو حلوي وفيرفر انا بالنسبة لأيلي التورتيو تقول لك لا هون كلهم اكتشيني هلأ هلأ احنا اليوم رح لح لك عن جود لك بس كلهم فيهم يكونوا at the same time بحضارات منو المنياح و بحضارات منو المنياح مثل رقم 13 مثلا مثل 13 مثلا كله كله عنجات كل انسان عندو شيء بس بطيارات مثلا ما فيه 13 ما فيه ولا مقعد ولا هون كلهم هولا يعني اصلم كبير منو رح يكونوا good luck وباد لك بس حسب الحضارات اليوم بس رح نحك عن ال good luck رح نبليش من Lucky Bamboo It's my lucky Lucky Bamboo هو ديجا كتير استاتيك ما كتير حلو اذا بتحبوا انتو تاخدوا العالم انتو رايحين تزورون فيكن تاخدوا هيدا Lucky Bamboo هو سنبلة good luck صراحة انا بجيبه بلا ما اعرف انو سنبلة شكله حلو هو ديجا معترف فيه بالفنك شوي اذا انتو بتحبوا اذا انتو اذا بتكن انو يكون فيه هارماني ببيتكن انو يرتاح حدا بس يفوت لعندكن بتجيبوا Lucky Bamboo هلا اكيد حسب كم قصبة موجودة بيكون بيرمز لشيه هلا بكرا نعمل الحلقة لانه Lucky Bamboo انو كيف بيلفه على بعضه وكيف بيطلع درج معين وهايك عندهم سيمبلزم نحن عنا بالبيت كل واحد بيلزق اسمه على البامبو كمان منلزق الاسم ومنشوف كيف عم تربى وعم تنه مظبوط لانه في اختلاف ايه اكيد اكيد انتو عادة مبارف اذا منتبهين انو ايام بيكون Lucky Bamboo كلاففة حالو خاصو بكيف هن بيحطوه ايضاء بكرا منحط فيديو يوم حالو هايدا ستارز يعني هايدا انو انتو متلك انو اذا حدا مسلا فاتح بزنس جديد او حدا عنده نجاح هالا ضروري نهدية نهدية انا احنا متلك انو عم نقله انو انو انت رح تطلع درجاته منتمنى لك الحز ومنتمنى لك السعادة والتطور هايدا Lucky Bamboo يلي هو دجا كتير منيح كمان بقلب البات لانو بنقل هوا يعني معروف هو بيخد لكم شوية من الجاية الموجودة بالهوا بيتهر لكم الهوا كمان بيتهر لانو بنقل هوا منترق كمان منترق كمان منترق كمان هايدا مثل ما اسم بيوحي اذا انا رأيك انو ياخد غصت هايدا خلاص رح اترقوني انا هايدا لانو تريه هي مثل ما اسم بيوحي اذا انتو بتكون انا حدا عنده دي اما دي امادية تقولوا له جود لك إن شاء الله بتتوفق بتصير حلتك المادية أحسن هي ليش هيك اسمها مني تري اسمها جيد تري أتسترى لأنه هيدا الورقة قطعت صورة بركة أو راح تقطع منشوف حجرة لتجاد يلي هي خضرة ويلي هو حجر كريم وكتير غالي هيدا هي دونك بتشبه كتير الورقة طبع هيدا النبطة وورقتها أصلا بتضلع معبية مثل الماي مظبوط هيدا كبال هيك بركة مظبوط بتعبى بركة دونك هي بالنسبة إلنا أنه راح تعيش كتير راح تكبر راح يعني أنه تجيب لكم راح تبارك عندما تجيب لكم مسارة تبارك البات اكزاكي دونك هيدا المانيتري ناسية عند جد بتكبر هي بتكبر اكتير تكبر شجرة مظبوط تقدر تصير شجرة دونك إذا أنتو حبين تقولوا له هذا الدكار حبيني كتير كل العالم روح الشراء مانيتري مانتري بشكل الكريستالي أو شيء ديكار حتى شوكولات مارزيبان اللي هو مرصبين مغيين، بيكون تاخدوا شكل حيوان راح نبلش بما بعف شو عاملكم بلش التورتل مغضومة اوكي؟ إذا مثلا أنتو حبين تاخدوا كدو إذا حابين تردو أشجا أو كريستالي أو شيء تاخدوا التورتل هلا التورتل ليش؟ لأنه كمان التورتل بالفنك شوي هي شيء كتير مهم لأنه كانوا يعتقدوا من زمان هلأ هي دجا بتعيش كتير وقت يعني كمان بترمز انه انتو صبورين ورح تضلوا ماشيين بتأني بطيئين بس رح توصلوا توصلوا محل ما انتو حبين تروحوا وهي بيحبوها كتير من زمان لهلأ لأنه بيعتقدوا انه هي بتحمل العالم على ظهرة وبلما ما انه توقع يما تتعب يما شيئا منذ كأنه هي بترمز لحد صبور وقادر ينطر وقادر يعني اذا انتو عندكم حدا عنده مشاكل بتهدو شيئا شكل طورتين يعني بالنسبة لكم انه صبور وانطر بكرة بتتحسن الأحوال بالسنة الجديدة بزيت الفكرة بزيت الفكرة يعني صبور بهاللال المعتم أكيد بتلاقوا كتير بومي بس البومي انا باعرف انه بادلك البومي لأنه نحنا عنا بالبناء من بول لك وجوش ومثل البومي بس برداء في أوروبة حتى شكلها ولأنه باللال كمان بتقطتها بس هي لأنه باللال بتعيشوا لأنه بتقشع وبتسمع كتير منيح باللال كانوا من زمان وقت يكونوا هن بحروب كانوا يعتقدوا انه بس يشوفوا بومي الجيش انه يعني في حدا قاعد ناطر عم يسمع وعم يتطلعت حتى هن يضلوا يعني يضلوا هن في سلام ما حدا يهجم عليهم لأنه باللال بتقشع وبتسمع يعني بترمز لشيء انه وزدم يعني شيء بيقدر يقشع بالصعوبات وبيضل واقف وبيضل ناطر وبيضل عم يفكر مظبوط حتى بالعتمة بانك الفيفوريت اكيد اللي أنا كمان هو الحصان مي فيفوريت هلا الحصان اكيد هون سيقبت انه فيه كونياك لقلبه بس انتو فيه اكيد يكون حياة لشكل بس بيعملوا منهم مرسبين بيعملوا منهم شوكولات ياللي بتكون يافيكم تخدو اذا بتكون يعني وشنج ان قدير هلا الحصان ليش لأنه كمان كان يلي عنده الحصان الاقوى واحد هو يلي كان يربح الحروب قبل من زمان وبنفس الوقت كان يعطي هو مصدر القوة انه انا هون وموجود ومصدر قوة صح صح اكزاكلي لونك الاحصان كمان نحنا كمان نحط كتير بيوتنا الهورشو يعني هيدا الهورشو يعني هيدا الهورشو يلي قشعينا هلا بالصورة هيدا الهورشو اكيد كتير مهمة بيعملوا منا باندعطيف بيعملوا منا براسلي بيعملوا منا كذا شغلة بس المهم كتير اذا احنا منهدي حدا ما تغلبتو وتعطوه إيها بالقلب هي لازمة تباد لك مفتوحة مفتوحة حتى تعبلك للسنة الجديدة يعني هي هيك الامج وعكسها هي العكس يعني عكسها يعني بتكونوا قلتو متل كأنا عم تتمنون لولو عم تتمنون لولو منو 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 منيح فاننتم تشدوا هيدا الشي ايه انا عملنا منيح ايش عارب اي واحد فكر بالتاني اللي حقت هو بلع من نوجع رفت في كزا شغلة ممكن يكونوا جود لك سعيلا بعد استبدأ يعني ديجيلة بعد في الدوفان اكيد الدوفان هو اكيد شي كتير كيوت وليد كتير بيحبوه الدلفين نحنا منحبه كتير هلا الدوفان بيناعمل منو جوري كتير بيناعمل كريستال بيناعمل كزا شغلة ليش الدوفان يعني ليش حبوله هيدا الدوفان بالتاريخ ولا هلا حبوله انو كانوا البحاري وقتا يسافروا لفترة طويلة بيضلوا معاهم هلأ هنه مظبوط بيرفقونو حلوينو عم بنطوا ونبسطوا بس هنه كانوا بس هنه وراجعين اول ما بتشوفوا الدلفين بقلب الماي بيكون يعني انتو قربتوا عيبسي يعني كانوا البحاري ينبسطوا بس يشوفوا دوفان لانو خي رجعنا وما حدا صروا شي وشو حلوه مظبوط متاهو ما حدا توفى يعني راجعين عند عيلتنا راجعين نرتاح راجعين مبسوطين مش نيك قد لك سمبل مش نيك قزة بتكون تهدو مثلا حدا حبيب يهدى صديقته حبيب يهدى امه قد لك ساين فيه يهدى حيالا بانوصيف براسلال اللي هو محطوط عليه دوفان والضفن هو دي اولي فشي بك دي بتنام وهي عندها عين مكتوبة عن مساكرة مظبوط يعني متى انو بتدلى عين صاهرة على الحدد التاني واكيد الفيفورت طبع كل الولاد بيج بيج بسرعة بيج ليش نحنا منحط الاشجي بيج لانو البيج كمان هو شي بالنسبة إلنا انو اذا حطينا كوين راح يصير في غيره لنوك نحنا منهدى أولاد بيج هيدا هيدا الشي تحتى نقلهم انو اذا حطيته شوية دكتور ديزيري نحنا نتشك كاريك أهلا وسهلا فيك تانكيو على كل المعلومات تانكيو على كل المعلومات وحتى مع التورتو أهلا وسهلا فيك ديزيري تانكيو